العالم الغربي حتى اللحظة الراهنة ومنذ ساعات قليلة لحد تاريخ السعادي عنده إحساس بأنه هو فاقد للوعي بسبب اللقاء التاريخي اللي كان عقده أحد الصحفيين الأمريكيين مع الرئيس الروسي فلادمر بوتين واللي نجح هذا الصحفي الأمريكي أنه هو يخترق الحصار الأعلامي الأمريكي الغربي عليه ويبث هذا اللقاء اللي هو أجراء مع فلادمر بوتين رئيس روسيا أمام كل وسائل الإعلام الدولية هذا اللقاء تنقلته كل وسائل الإعلام الدولية بما فيها وسائل الإعلام الغربية المسيطرة عليها لوبيات القوى الغربية طبعا هم تهبلوا وتجننوا لأنه هم حاولوا قبل كده أنه هم يمنعوا اللقاء ده أو بث هذا اللقاء النتيجة أن الصحفي الأمريكي بث هذا اللقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت بطريقته الخاصة النتيجة أن هذا اللقاء فجر الدنيا من أسفل أقدم كل قيادات الدول الغربية بلا استثناء لدرجة أن هم بيحاولوا أن هم يشوهوا هذا اللقاء ويقللوا من شأنه كون أنك أنت تلاحق هذا اللقاء وأنك أنت تحاول تقلل منه على الرغم من أن وسائل الإعلام الدولية نقلت هذا اللقاء بحزافيره ملايين المرات يبقى معنى ذلك أنه قد تم اختراق كل جدران القوى الغربية عن طريق الرئيس الروسي فلادمر بوتين وتصريحاته اللي ألبت التوازنات كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر ردود أفعال غير عادية بسبب لقاء الرئيس فلادمر بوتين رئيس روسيا وتاكر كارلسون تاكر كارلسون قرر أنه يعمل لقاء مع فلادمر بوتين ده طبعاً صحفي أمريكي وقرر أنه هو يبثه في بعض القنوات الفضائية التي اتفق معها النتيجة بمجرد تسريب هذا الأمر لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية تقرر منع بث هذا اللقاء في أي من الفضائيات البارزة أو في أي من وسائل الأعلام البارزة الصحفي الأمريكي ده أجرى اللقاء أعطى الفرصة لفلادمر بوتين رئيس روسيا أنه هو يتحدث فلادمر بوتين أطلق مجموعة من التصريحات اللي احنا كنا نشرنا حواليها حلقة كاملة بالأمس عبر البث المباشر بتاعنا النتيجة كل التصريحات بتاعته حطمت كل القواعد لدرجة أن كل وسائل الأعلام الدولية نقلت اللقاء ده ملايين المرات المشاهدات خلال سويعات قليلة على منصات التواصل الاجتماعي وصلت لحوالي 150 مليون مشاهدة خلال 5 ست ساعات فقط لا غير طبعا زمنها وصلت لمضعفة هذا الرقم كثيرا 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 بسبب تصريحات فلادمر بوتين اللي كشف فيها الصطرة عن حقيقة الوضع في قلبه أوكرانيا وإزاي أن روسيا حققت الانتصارات الكبرى وإزاي أن الدول الغربية هي اللي حاولت أن هي تضمر أمن روسيا القومي وأن هي أخلت بكل الاتفاقيات المبرمى ما بين روسيا ودول الناتو وأن هي خدعت روسيا وأن هم السبب في هذه الحالة وأن روسيا على الرغم من الحصار الغربي إلا أنها حققت تفارات وقفزات اقتصادية غير عادية كل هذه التصريحات وصلت لوسائل الأعلام الغربية ووصلت للرأي العام الدولي النتيجة نسفت كل ما طرح سابقا حول ما يدور في قلبه أوكرانيا على الرغم من ذلك إلا أننا فجئنا بأن هناك هجمة شرسة جدا من كبريات وسائل الأعلام الغربية اللي بتحاول تقلل من شأن هذا اللقاء إلى درجة أن محطة السيئن الأمريكية هجمت اللقاء ده وقالت على مدار اللقاء الذي دام أكتر من ساعتين امتنع مقدم برنامج فوكس نيوز السابق الذي تحول إلى معلق على الإنترنت إلى حد كبير عن تحدي هذا الدكتاتور الاستبدادي الروسي الذي أدت حربه الوحشية على أوكرانيا إلى مقتل مئات الألف من الأشخاص بلا داعي أي ده؟ ده لقاء هايف ده لقاء سخيف إزاي أن كنت تدي فرصة لهذا الدكتاتور اللي تسبب في مقتل آلاف من البشر بلا داعي طبعا كان فيه داعي وداعي 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 دول الناتو هي اللي كانت بتحاول تدمير وتفكيك روسيا وبدأوا يدعموا أوكرانيا من أجل ذلك من سنة 2014 لحد 2022 النتيجة فلادمر بوتين قرر يتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيه طيب لما أنت مهموم أو بألف من الذين قتلوا بدون زم طب ماذا عن قطاع غزة؟ أكتر من 30 ألف بني آدم ضاعوا ضحية ما لهمش علاقة بأي جوانب عسكرية أخبار حضرتك معاهم طبعا معايير مزدوجة سخيفة مؤرفة من القوى الغربية محطة السئن أنت بتقول إيه؟ من المؤكد أن أولئك الذين توقعوا مواجهة قوية سيكونون قد خرجوا بخيبة أمل شديدة بسبب المقابلة الطويلة والمتعثرة والتي بدأ فيها تاكر كارلسون نفسه ضائعا في بعض الأحيان يا راجل تبعيني في عينك كده؟ إذا كان أساسا هذا اللقاء تم مشاهدته أكتر من المشاهدات التي تطرح في العادة في قلب القنوات الفضائية البارزة إذا كان هذا اللقاء تم بثه عبر آلاف مؤلفة من وسائل الإعلام الغربية والدولية والعالمية وكبريات القنوات الفضائية تقول إن هو لقاء متعثر؟ طبعا هم اتخذوا على أفاهم على حين غيره وبدلا من الضغط على فلادمر بوتين بشأن العديد من المواضيع المطروحة بما في ذلك اتهمات ذاتة مصدقية بأن الروسيا ارتكبت جرائم حرب وسجن زعيم المعارضة ألاكسي نافلني سمح تاكر كارلسون المستبد بمجال حر للتلاعب بالجمهور بدل ما الصحفي الأمريكي ده كان يزنق فلادمر بوتين في الأسئلة بتاعته إلا أنه أعطى لهذا الدكتاتور فرصة أنه يتحدث هو فلادمر بوتين محتاج فرصة أنه يتحدث؟ طبعا ده اسمه شغل تهريك هم بيحاول يقللوا من شأن اللقاء لقد قدم كارلسون لبوتين منصة لنشر دعايته إلى جمهور عالمي مع القليل من التدقيق في الدعاءاته يعني إذن أنتوا بتقولوا جمهور عالمي يعني معنى ذلك اللقاء وصل على المستوى الدولي طبعا أنت بتقلل من شأن اللقاء لي هذا وقد علقت كلاريسي وارد كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة الـ CNN وقالت كان واضحا منذ بداية المقابلة أن تاكر كارلسون لا يملك السيطرة طب من لمسيطر؟ فلادمر بوتين طب معنى ذلك أنه هو رجل مصقف جدا ويعرف كيف يقود مش ينقاد لقد كان ذلك انتصارا دعائيا هائلا لفلادمر بوتين الذي يستطيع الآن أن يحرف المواجهة لتحقيق أهدافه الخاصة طب ما ده هايل دي ميزة لفلادمر بوتين وقالت كمان أن فور نشر كارلسون اللقاء على الإنترنت سارعت أبواق بوتين إلى تضخيمه أبواق بوتين؟ كل وسائل الأعلام ووكالات الأنباء العالمية والفضايات التي نشرت دول تبع بوتين؟ طب ده هايل جدا معنى ذلك أن فلادمر بوتين له سطوة ونفوذ بشكل غير عادي يبقى يستحق الانتصار الكبير الفيلسوف الروسي أليكزاندر دوجين كتب مقال بعنوان تاكر كارلسون وفلادمر بوتين ونهاية العالم تعليقا طبعا على المؤبلدية هو كمان ثم آل لقد هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجانينه بشكل فعال قوة نووية عظمة من خلال أياد الإرهابيين في أوكرانيا الذين أطلقوا العنان لهم والبشرية على وشك الضمار لا أكثر ولا أقل نحن في حالة حرب مع الغرب الليبرالي لذلك فلتكن هناك على الأقل صداقة مع الغرب المحافظ يعني فيه أجنحة من قبل الغرب أجنحة سلام مهم جدا أن نحن نتواصل معاهم ووصف دوجين كل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والإعلامي تاكر كارلسون والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إضافة إلى حاكم ولاية تيكساس جريج أبوت بأنهم وجوه الثورة الأمريكية التي تلوح في الأفق واللي ممكن نبدأ في التلاقي معاهم نهاية العالم ليست غدا نهاية العالم وشيكا هكذا تحدث الفيلسوف الروسي وإن الغرب اتجنن وتهبل بسبب المقابلة التي أجراها تاكر كارلسون الصحفي الأمريكي العالم كلها تهبلت مهم جدا أن نحن نتلاقى مع الأجنحة الغربية اللي بتتلاقى معانا في هدف واحد البشرية تقترب من نهايتها ولابد من الوصول إلى حل والخروج من النفق المظلم كل الكلام ده فجروا اللقاء بتاع الصحف الأمريكي اللي إدارة البيت الأبيض نفسها أصدرت تعليمتها بمنع نشره في أي من الفضائيات الأمريكية البارزة ودي التقارير تم تسريبها خلال الساعات القليلة الماضية ونشرت في بعض وسائل الإعلام الأوروبية أن يكون هناك تركيز من قبل البيت الأبيض من أجل منع هذه المقابلة طيب حدثت هذه المقابلة وتم تصويرها قرروا يمنعوا نشرها في الفضائيات الكبرى حصروا تاكر كارلسون من كل اتجاه إلا أن الصحف الأمريكي نجح في أنه يبث هذا اللقاء عن طريق الموقع بتاعه الرسمة على الإنترنت وعبر منصات التواصل الاجتماعي النتيجة ملايين من الملايين المشاهدات وتم اختراق كل الحواجز بلا استثناء عشان كده اتهبلوا بشكل غير عادي أو لتحرد دقة اتجننوا بشكل كبير جدا ولذلك بعد ما فشلوا في أنه هما يمنعوه حاول أنه هما يشوهوا هذا اللقاء الفلسوف الروسي أليساندر دوجين يكتب عن تاكر وبوتن ونهاية العالم الكريم لنعن مقابلة بوتن مع كارلسون الغرب سيدرسها ويحللها بعناية شديدة إدارة جوبيدن ترفض عرض بوتن لنرى تحركاتها على الأرض تحليل بوتن يخرج بانتصار دعائي بعد مقابلة تاكر كارلسون حولها دون أسئلة صعبة طبعا الناس دي كلها اتجننت ومش عارفة طبعا تداري الخيبة بتاعتها أو عدرائي الفنان محمد هينيدي الخيبة بالويبة اللي حصلت ليهم النتيجة طبعا بدأوا يدوروا حوالي نفسيهم وبيحاولوا بقدر الإمكان أن هما يشوهوا صورة اللقاء ده النتيجة أن هما بيدعموا هذا اللقاء إلى درجة أن ملايين من البشر بدأوا يبحثوا يعملوا سرش على هذه المقابلة من أجل مشاهدتها شفتوا غباءهم وصل لحد دي فين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر